لنا أن نتأمل في قول الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمري وكم بلغ من العمر؟ ثلاث وستون سنة لكنها كانت في جهد وجهاد فها هي تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في آخر عمره جالساً حطمه الناس حطمه الناس فكان وقته لدعوته وفكره لهذا الدين ونصرته وكان وقت راحته حين يرى الناس وقد عادوا إلى الله فأثر ذلك في جسده فكان يصلي جالساً عليه الصلاة والسلام لكم أن تبحث في كتب السيرة المطول منها والمختصر على أنواع التصنيف فيها من الشمائل والدلائل والسياء والمغازي وكتب الحديث وابحثوا هل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إجازة يوم واحد من دعوته من يوم أن قال الله له يا أيها المدثر قم فأنذر إلى أن وافاه الأجل فهذا شأنه في أمر الدعوة وعلى هذا الطريق تربى أصحابه وكانوا على هديه وسنته وزكاهم الله في أعظم موقف في يوم عرفة فأعلن الرضا على ما وصلوا إليه من الفهم ومن البذل ومن القيام لهذا الدين والدعوة إليه بكل ما يملكه فكانوا بحق هم القدوة والأسوة لهذه الأمة وهم النموذج الذي ينبغي على الأمة إذا أرادت أن تقوم نفسها فأن تنظر إلى ذاك النموذج وإذا أرادت أن تبني لمستقبلها أن تجعل ذاك النموذج وهدفها وغايتها في الوصول الصحابة رضوان الله عليهم وما وصلوا إليه فقال الله في إعلان الرضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رضيت لكم الإسلام على ما وصلتم إليه من الفهم وما وصلتم إليه من العمل والتطبيق وما وصلتم إليه في أمر البلاغ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة